اشتركوا في القناة فهذه الأيام بيمر الشرع المصري بحركة انتقالية خاصة بموضوع الانتخابات والعملية الانتخابية المختصة بمجلس النواب عشان نبدأ نتكلم عن مجلس النواب وعن السلبيات والإيجابيات لأن فيه بعض الأشياء والأمور اللي مرت بها بعض الأماكن طبعا فيه محافظات موضوع الانتخاب انتهى فيها وفيه إعادة وفيه محافظات أخرى لسه الانتخابات ممتدة أو لسه معادها لكن في الفترة دي ظهرت بعض الزواهر وبعض الحاجات الغير لائقة بالعملية الانتخابية عموما علشان كده كان لازم ان احنا يكون معانا شخصية من الواقع من قلب العملية الانتخابية نفسها أو شخصية اللي هي يعني اعتبر اللي اتعرضت لبعض الحاجات اللي موجودة منا وطبعا هنعرضها أثناء الحلقة لكن عابين نقول ان لما نتكلم عن العملية الانتخابية يبقى هنتكلم عن شخصية رشحت نفسها هي كانت دايما بتظهر معانا بس عن طريق المبادرة لكن النهاردة وجوده معانا وجود مرشح لمجلس النواب طبعا معانا ومعاكم المهندس عمر الأسواني أهلا وسهلا بحضرتك طبعا هو شخصية غنية عن التعريف شخصية صدقة شخصية نازيهة لها أعمال كتير جدا ولمسناها في حلوان وفي المعصرة وفي تاني في حاجات كتير بقى أنا مش هتكلم فيها وفتوشكة طبعا كلمة لمسات معينة عشان بقى نتكلم باستفادة عن موضوع الانتخابات وإزاي يمشي وإزاي تكون الانتخابات نازيهة حنتكلم بقى مع المهندس عمر مساء الخير على حضرتك سهلا نور أهلا وسهلا نورتنا النهاردة وإحنا سعادات جدا بوجودك بقى النهاردة كإن شاء الله نائب بإذن الله في البرلمان يعني إن شاء الله بأمر الله أستاذ عمر طبعا الفترة اللي فاتت قبل ما أخش وأسألك على كذا حاجة حرك إن الأسئلة كلها اللي عايزة أوجهها لحضرتك وحسألك أسألك 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 مين هو عمر الأسوان ده أكبر سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخير السلام على أشرف الخلق سيدنا محمد كل السلام المشاهدين كل السلام طيبين بمناسبة المولد النبوي أيام مباركة وشهر مبارك وأعياد مباركة أنا لسه جاي دلوقتي من ليلة محمدية جميلة مشاعرها الطيبة في ذات المصر الشعب المصري كله عمر الأسواني رجل مصري بحب البلد دي قوي عشان اتغربت كتير وسافرت كتير فالصفر يعني بجد البناء ده ما يعرفش قيمة بلده اللي ما يسافر بره ويتغرب لما سافرت بره ورجعت كنت بحمل معايا ثقافات الدول اللي بزرها وشوف المشهد بيمشي ازاي الانتماء بيكون ازاي احنا جيل تربع على الانتماء وتربع على حبه للبلد بشكل قوي جدا كتبنا وقراصاتنا كان بيبقى مكتوب عليها كل ما هو انتماء فده جيل بنحاول نحافظ عليه اكتسبنا خبرات اكتسبنا مواطنة شريفة اكتسبنا مؤخاة للشعب المصري بشكل جامل وقوي جدا عشنا مراحل كتير جدا في مؤخاة وحدتنا مسلمين ومسيحيين هي في الاخر احنا مصريين يعني احنا كل الحياة الجميلة دي الحياة كلها جميلة دي نتلاقاش بره يعني دي اللي ممكن تقولي عملت عمر الأسواني كوين الشخصيتي لقيت نفسي محب للخير او عاوز اعمل الخير بشكل ايجابي شوية بالضبط كده لان انا منهم وينقاسي واهلي وعزوتي وجراني انا من موليد الحرى المصرية انا مش حد عشت كل مراحلة اشتغلت في الورش واشتغلت في الانتاج والقطاع ودرست وتعلمت شفت كل حاجة في الشرع المصري على طبيعته واحلى طبيعة ممكن حضرت تجدها في العالم كله طبيعة الشعب المصري عملت مبادرة اسمها كون ايجابي كنت بسعى بها لتحقيق العدال الاجتماعية او المسندة المجتمعية او العمل العام المبادرة حاضرت باهتمام الشرع المصري بشكل كويس جدا عملنا فعليات كتيرة جدا في الصحة والتعليم كانت بين فعليات حضرتك كتيرة وهي ما اتكلمنا عنها يعني عن العطاء وعلى تغيير كتير اماكن كتيرها تغيرت من لشيء يعني كانت حاجة وبقى اسمعت حاجة تانية خالص بدعوات الصالحين يعني ابوي وامي وامك هم دول اللي بدعونا هم اللي بيودونا في الاتجاه ده كان منا لقينا لينا صوت نقدر نساعد بيه اكتر عباقة سياسية تساعدني على اداء افضل وامكانية افضل وان انا نكون واقف مع الشعب اللي انا هسيب بمشاكله وارفعها بشكل دستوري او تحت مظلة القانون ومساعدة الدولة يعني هو حضرتك وجودك داخل احتياجات الناس والمشاكل والعقابات اللي بتواجه الناس هو ده اللي دفعك ان انت ترشح نفسك ولا لقيت بعض الناس رشح يعني يوجهوك ان انت تقوم بعملات الترشيح يعني كان نبع من حضرتك ولا من نبع من اصدقاء او المجموعة للناس اللي عارفين ان انت اهل الخير يعني والله انا فعلا جات لدعوات كتيرة جدا من اصدقاء اول ما ابتدت المرحلة لا لازم تنزل لازم تكمل شكل مساعداتك بشكل افضل بشكل اقوى اذا كنت بتقدر تحل لخدمات فردية او لمجموعة بسيطة علشان هو مكان حضرتك هيبقى فيه تواصل ما بينك وبين الاجهات اللي تخلص اي مشكلة خاصة باي حد طبعا بالنسبة للمشاكل بتعرض لها واماكن كتيرة طبعا احنا هنتكلم فيها اثناء الحلقة يعني بس برضو اتكلم شوية عن عمر الاسواني الناس عاستعرف عمر الاسواني يعني فيه احنا فيه ناس عارفة حاجات كتير عنه وفيه ناس برضو عايزة تعرف عمر الاسواني قبل بقى ما اخوت في السؤال مهم جدا وده يمكن من اساسيات الحلقة هو عمر الاسواني انا سني 47 سنة هم مش عزين السن هم عزين تتكلم عنه انا من جزور الاسوانية يعني شخص قاهري مولود في القاهرة درست فنون تطبيقية درست الفنون التطبيقية بالمستوى الخاص عملت في القطاع الخاص واسست مجموعة اعمال خاصة بيا في المقاولات والتشريبات انا مهندس ديكور عندي معرض للديكور والاساس والفورنيتشر لي باع كتير في اللاندس كيب والتجميل للحضائق وحاجات زي كده اشتغلت في المجال ده اضفت عليه بقى العمل الاجتماعي والخدمي فتح لك مجال العمل الاجتماعي بقى اه بالضبط كده الاسرة بقى الجميلة تحبين اسمحها اسرتي مكونة من زوجتي ربنا يبارك لي فيهم واربع اولاد كبيرة في حقوق روان وسهيلة في سنوية عامة ويوسف في ابتدائية وان اخر العنقوب بقى ربنا يبارك فيهم اشكرك ربنا يبارك لك استاذ عمرو احنا طبعا اممكن النهاردة في مشكلة دايما احنا اتعرضت عليها اتعرضوا كتير من المرشحين اثناء العملات الانتخابية دي طبعا بطريقة غير لائقة نهائية انا مش عايزة اقول اي لفظة خارج بطريقة مش حلوة ان هما قاموا بتمزيج كل البنارات خاصة بالعملات الانتخابية لاكتر من المرشح واحدة كنت من ضمن الناس اللي حصل لها الموقف دوت حالك ممكن تشرح باستفادة الموضوع بالضبط عشان احنا حابين الموضوع ده بالذات انا حابيت يكون في الحلقة علشان نجيب شخصية هي شخصية مميزة وفي نفس الوقت اتعرضت لنفس الموضوع اللي اصبحتها ظاهرة غريبة جدا احنا بقى مش هنقول ده بدي ده ده او ده بيساند ده لان اتعرض لشخص واحد اكتر من فرد اتعرض او اكتر من مرشح اتعرض لنفس الموضوع اللي اتعرض لي البشمهندس عمر فحيشرح لنا ايه اللي حصل بالضبط موسيخ اندم احنا لما دخلنا اصدقائي واصدقائي المبادرة خلوني ان انا اخش اترشح انا امكانياتي المادية امكانيات عادية خالص شاب متوسط الحال مستور الحمد لله فكان عندي فكرة ان انا اعمل دعاية مش بالشكل اللي موجود النهاردة الشكل الصاخب اللي هو قريدي ضد القانون القانون نفسه يا فندم ليه سقف للدعاية عشان يدي مساوامة بين المرشحين كلهم من يظهروا قدام الدوائر بتاعتهم بشكل عادل فيسيب المواطن يختار برحته ولكن الشكل الصاخب اللي اتخذته بعض الاحساب وبعض الاشخاص والمال السياسي خلى الشكل سيء جدا في الشارع لدرجة حضرتك انا اعمل حجم بسيط من اليوفت والدعاية الورقية يا دوبك كنت محاول لغطي بيه الامكانية وده كان اقصى امكانياتنا ابتدينا نحط يا دوبك حاجة بسيطة في ظل هذا ما كنتش وجد حتى مكان احط فيه الدعاية يعني الاماكن اللي هي استراتيجية لوضع الدعاية كلها مغطا استحوذ عليها المرشحين الاخرين او رجال الاعمال ما احترامي للجميع وانا بقول لها حديث ده ضد القانون ضد القانون الهيئة العالية للانتخابات اللي هي بتقول ان فيه سقف للدعاية لا يتعدى لازم يكون لحد يعني او لازم يكون مرشح لجزء معين حد اقصى للدعاية لا يتجاوزوا يعني فيه حد اقصى للدعاية لا يتجاوزوا ما صرفش دعاية بالعشرين تلاتين مليون جنيه واجه اقول للنهاردة انا بعمل دعاية انا من باب قول للعشرين تلاتين مليون جنيه دول اوفرهم للشارع المصري لو انا قادر على ذلك اوفرهم للحالات انا لو انا لو صرفتهم على الشارع لو صرفتهم على الناس هم اللي هيشلوني ويطلعوني للبرلمان مش الدعاية الورقية كما كان يقال طبعا سالفا يعني الناس عراية والقماش فوق روسهم فاحنا ده المشهد اللي احنا استقنا منه فحطت الدعاية بتاعتي بشكل بسيط جدا لاني ما وجدتش اماكن حطته على اماكن بسيطة واذا افجأ ان الدعاية كلها بيتم تمزيقها او سرقتها كمان لدرجة ان تقريبا تلتين الحملة الدعاية بتاعتي تم سرقتها في خلال تلات ايام من مناطق الدايرة بتاعتي يعني تمزيق البانيلات ولا بتختفي اختفاء حضرتك ولا اكتر من مرشح يعني تعالقت الاكتر من مرشح انا بالاخص لكن في اخرين كان بيتم مثلا اهدار او تمزيق او حاجات زي كده لكن انا الدعاية بتاعتي تم اختفاءها يعني انا مش واجد اي اصل للدعاية بتاعتي في الشارع في الاماكن درجة انه طبعا لجأنا للقانون ودجأنا للشرطة وعملنا محاضر بذلك وعملنا حاضر في النيابة وبيتم تفريغ كمارات المرأبة وفي مذكرة تقدم للنائب العام بهذا ومذكرة اخرى ترفع للجنة اولي الانتخابات عشان انا يعني محاضرتش بعدالة مبيني ومبين المرشحين والمرشح ده يا فندم انا عاوز اقول حاجة المرشح ده انت منافس معايا للخير انت جاي تؤدي خير انت جاي في عمل يعني اشبه ما يكون عمل تطبوع انا عايز اقول لحاجة حاجة قبل ما بتكمل هو برمو موضوع تمزك البانر دوت يعني انا من وجهة نظري انه هو فايدة ومش فايدة بمعنى هو بيلفت نظر يعني معظم الناس تبعي الصورة الشخصية دي تبعهم مزكت مزكت ديه ممكن يتابع او يفضل يلف الشعب المصري او الجمهور المصري عموما ممكن يسأل طب ليه ده تقطعت مجرد تقمزيق البانر ده ممكن يفيد حضرتك اكتر ما يدرك هو ده اللي حصل بالفعل يا فندم يعني بدل ما اقول ان الشخصية دي مبهمة احنا مش عارفة لا طب ترمى الشخصية دي اتمزكت الورق بتاعها او البانر بتاعتها ده 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 قاتل شخصية قوية فاللي عملها بيبقى خايف ان هو يعني ان هو ياخد تصوت اكتر يعني بالتالي بتباك كده والله هو طبعا معي احنا يعني جميعا في معاية الله وربنا كريم جدا بعباده لانه هو المتحيد المطلع النواية هو عارف عمر الاصاني داخل ليه وعارف سين وساط داخل ليه انا دايما مطالباتي كلها للخير مش اكتر ولا اقل منافستي منافسة طبيعية عادية منطقية انا حتى لما بجي اتكلم في اجتماعات الملقاقات اللي هي تخص السياسة الان انا ما بتكلمش غير عن الاعمال الخيرية اللي قدمتها لان انا هنا بالنسبة للدائرة عندي انا شخص ليه تاريخ مشهود له بعمل اجتماعي لما انزل النهاردة الساحة حدريك هتسأل لي ده مين هيقولك ده عامل قد في كذا يعني موضوع تبزق البناء ده بيجيب نتيجة مش نتيجة عكسي يعني اللي ليه هدف حتى جميع المرشحين وحصل لهم نفس الموقف ده هنقول ده خير ليهم لان كتير جدا من الناس بتسأل طب البانارات عمل ليه كده وبيشوف ان مثلا جميع البانارات دي متساوية لكن ده طب ليه طب معمول كده ليه يبقى الشخصية دي وراها حاجة لو فضل تدرج وعرف ان الشخصية دي كويسة بالتالي حياخد صوت لكن يعني اللي مخيل اي حد ان هو بيعمل حاجة ده كده تدر الشخص المرشح بالعكس دي بتفيده وبتأيده يعني وده طبعا حاجة يعني يعني انا عايزة اقول حاجة مش موهندس عايزة الناس كلها العملية الانتخابية دي عملية نازيهة لازم خريفة نشوف مين اللي يصلح للمكان اللي يقدر يوصلنا للخير اللي يقدر يساعدنا ويوصلنا اي حد عنده مشكلة عايز يوصل لمركز معين ومش قادر يتواصل مع جهات مختصة فمن خلال الشخصية المرشحة اللي تقدر تعمل تواصل ما بينك وما بين الجهات العليا انت رشح مش عامل يعني مع يعني ما احترام بيبقى لأي حد مرشح السندوق والذيت والكبون والحاجات اللي احنا بنشوفها دي ده حاجة وقتية حتاخدها وحتنتهي ومش حتشوف المرشح نفسه لكن اللي بيعمل وبيفعل ويده قوية في المكان اللي انت موجود فيه هو ده اللي حيسندك فياريت كل انسان يحب يشح يشح مان ينصلح مش مالي تديره مش اللي تديره كيسة الحاجات اللي بتجيبنا عند فتح الله زي ما بيقول قولك الشعب المصر عمل ايه في الموقف اللي حديك بتشهديه وده اسعدني وخلاني اقوى 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 مئة مرة من قبل ما تدير من تمزيق البنارات الناس عدت علي الاهالي والجيران والسكان والناس اللي موجود هناك كانت بتاخد من الصور والبنارات تعلقها في بلكوناتها تحت مسئوليتها بيقول لي يعني احنا ليك الدعاية احنا بنعملك احنا بنسعد معاك وبالفعل الناس اللي بتصور اليوفط بتاعتي دلوقتي مبارح واول مبارح بيحطوا اليوفط في بلكونات ويوروهاني ويصوروها انا اسعد الناس لان انا ده النجاح الحقيقي ما هو ده ما هو ده اللي بقول لحضرتك يعني خيرو انتم يعني بص ايه ده خير اللي بيامل الشر لا ده هو تقلب الخير بالفعل يعني احنا هقول له ايه قدامين ده دعمنا طب بيعمل ليه ده لا ده عمل كذا وكذا وكذا طب انا اوجه نفس الكذا يعني واختبال حضرتك الحمد لله ربنا كريم دي بتفيد يعني ولو فينا خير ربنا يقدمنا ان شاء الله لو فينا شرق يبقى يعني احنا برضو منقول لكل الناس اللي اتعرضت الموقف زي كده ده والله يخذ ليكم مش ضرر اللي ساع ان هو يضرركم لا مش هيبقى ضرر باذن الله عمين ودايما انت حضرتك بقى يعني تبقى وايه في كده صامت بقى وتقول للناس كلها انت هتبقى معاهم يعني خصوصا موضوع قدر عايز حضرتك ايوها تكلمني عن توشكا سوق توشكا سوق توشكا ايه اللي عملته فيه عشان فيه ناس كتير جدا يعني سمعت انها بتتكلم عن حضرتك وبتقول انت عملت الموضوعات كتير جدا في توشكا وغيرت مصارح اياما عايزة بتوضح للجمهور القهراوي ايه اللي حصل بالزبط والله يا فنلم انا اقول لها لك وانا اعلن على الناس دلوقتي بعض الامور اللي ازعجتني ووجعت قلبي احنا بالمبادرات الخير اللي كنا بنسعاليها في يوم الايام صباحنا في دائرة حلوان وجدنا فيه سوق عندنا بيجمع اكتر من 514 باكية تم احتراكه عن بكرة ابي وحضرتك انت متابعة معايا بتقارير وانزلتوا ونصورتوا لما وجدنا المشهد ده احنا ما عندناش دور المادي احنا كمبادرات مش كل دورها انها تدفع فلوس او تتبرع ايو 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 ممكن يبقى المبادرة انها بتشمل موضوع ما بشياكة بامكانيات بعلاقات بالاتصالات وبالفعل توجهنا واشتركت مع زملاء كتير جدا قدمنا الخدمات اللي نقدر عليها تبعنا الرسومات عملنا مذكرات للمسئولين هدينا الناس ابتدنا نقف معهم ونديهم جزء من وقتنا عشان نقدي للسوق ده جميل يقال طبعا ربنا هو المطلع يعني حتى مبدأ بالاشعاعات ان عمر تربح من السوق الحمد لله انا قدام اهلي وناسي وكل الناس اللي تشهد بده انا كنت بعيد تماما عن اي من التبرعات التبرعات كان بتوصل لاهل السوق نفسهم ومقالين عنهم وللبنك وكان فيه اشخاص تانيين هم المسئولين عن جمع الاموال وكان فيه مهندسة مسئولة هي عن الأعمال المدنية لانه ده مش تخصصي وفيه مهندس تشاري هو نائب كان موجود برضو مسئول عن ده قدوا دورهم كما ينبغي واكثر مني بكثير ولكن انا بقول دايما ولو بشق تمره انا دايما مبدأي لو بشق تمره مش شرط ان انا قبل من لغاية النهاية انا قدت الدور اللي انا شايف ان انا قدر اقديه السوق كانوا تاني البائعين لقوا اماكنهم محجوزة اشتغلنا معهم حوالي ثلاث شهور تبعنا كل اللي نقدر عليه من هنا قدرت اقولي ان انا ساهمت في السوق تشك وليس علي اي عيب او اي عوار وانا انا امام الغائرة كلها لا ما هو يعني احنا ما بقول لك احنا سمعنا دورك الفعال في تشك فعشان كده بقول لك اشرحوا عشان الناس تعرف ايه اللي حصل فيها والتغييرات اللي حصلت بالفعل والزبط وبرضو يعني حضرك احنا برضو من ايام الكورونا وايام السيل احنا مش رجالين بننزل نقف نقدم خدماتنا المبادرة كانت عامنا شغل جامل جدا احنا بنقدم خدماتنا يا فندم اللي هي مش شرط تكون خدمات مادية ايام حضرتك ممكن تحتاجيني بشكل معنوي اكتر بتحتاجيني بشكل مادي تمام ليس هو رجال الاعمال في الصرف الموضوع مصرف احيانا الدولة ما بتلجأش رجل اعمال هي بتصرف على بتقيم لي طرق وبتقيم لي حاجات كتيرة جدا يبقى الموضوع مش رجل اعمال يصرف فلوس كل اللي يدوره والمساعدة لوجه الله خالصة كاملة احنا قدمنا دورنا في الكورونا كنا بنجوه بالمستشفيات ونقدمناها المعقمات في السيل لما حصل السيل قمنا في دورنا اللي نقدر عليه ووقفنا جنب اهلنا اللي نضرت في اماكن السيول وكنا بننقلهم بعربياتنا لاماكن امنة لغاية ما نشوف في الوضع بالنسان يعني ده عمل تطوعي جميل يعني صراحة لغاية ما كانت عندنا يشهد حضرتك في توقيت كانت مستشفيات المستشفيات العامة كلها امتلقت عن بكرة ابيها بالحالات فمعنديش مكان فكان عندي مكان مستشفى مغلق مستشفى دار الشفا كان عليها عوار ان هي بتتاجر في الاعضاء لا شيء تمام ولكن انا الادارة هي اللي بتتحبس مش الجدران هي المسؤولة عن القطأ تمام فتواصلت بأصدقاء مع المستشار خالد محجوب وقدمني للنائب العام عشان اتواصل معا انه دينا قرار بفتح المستشفى ونستخدمها للكورونا تواصلت معا معا لوزير سيد مشعل وصلني بمعا لوزير الصحة دكتورة هالة قابلتني وقالت لي انا اشرف عن الموضوع كاملا على قد ما نقدر اديني بس قرار النائب العام او النيابة فتحنا المستشفى المستشفى فتح بفتح شغل خاص لان احنا دولة قانون انا ما اقدرش ااخد مستشفى خاصة من حد لها ملقية خاصة استخدمها الا بموافقته وبالفعل الادارة الجديدة ان تم الاستئجار لادارة جديدة فتحت المستشفى عملت معا بروتوكول ان انا كمبادرة في هذا التوقيت لازم ان انا نكون لها نسبة مجانية لأهل حلودي واقعدنا مع بعض خدت نسبة 25% من الاجمال بتاع المستشفى اقدموا لحالات الكورونا مجانة في حين كان بيطلع من خمس تلاف لسبعة تلاف لعشرة تلاف وخمس واشر الف جنيه في اليوم علاج الكورونا قدمنا اكتر من 28 حالة لخمسة وثلاثين حالة علاج كورونا هي دي الخدمات اللي انا بقول لحضرتك انا جاي من الشارع رجل خدمات اقدر اكمل ليه ثقافة اقدر اخش برلمان انا نقش لهم قوانين واتابع حكومة بتخود الموضوعات وبتلمسها يعني لامسا جامدة وبتحرك حوالين الموضوع نفسه والمشكلة وبتقدي لحلها هو ده الدور اللي احنا قدناه اللي عرفني الشارع شارع حلوان او جنوب القاهرة كله بيه باداء الحمد لله من المبادرات الشبابية مبادرات كتيرة جدا كان بتساعدنا وتقف معنا بنجد اهل الخير وحضرتك منهم وقفت معنا وانزلتي اكتر من مرة غطيتي تقارير وغطيتي شغل كنا بنقديه درات الايتام المسنين اهلنا كل الحاجات دي احنا اشتغلنا بيها جينا دور تاني عاوزين نضيفه ايوه الطموح في الخير جميل جميل او الطموح في وجه الله جميل طموحنا ان احنا نكون عندنا صوت حد مننا اه الرجل شارع من عندنا حاسس بينا ولمس كل مشاكلنا عشان يقدر يعرضها ويقدر يحلها ما هو عشان انا ما قدش على القرصي وانا مش لامس مشكلة ومش عارف ايه اللي وجه الناس حضرتك انت بالفعل كنت بتنزل بتخد كتير من المشاكل وبتشوف اوجه الناس وبتحاول حلها بقدر المستطاع فعشان كده عندك المقدرة ينتهي تتواصل عشان كده احنا كلنا بنحي مش مانس عامر ونتمنى ان يكون فعلا عضو في البرلمان حشان هتتغير بعض الحاجات او هتبقى فيه مساعدات كتير جدا للناس اللي هي مش قادر يتواصل معها جهات العليا طيب فيه بسؤال حضرتك شايف ان الشباب ليه دور فعال في المجال السياسي دلوقتي طبعا دور كبير جدا 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 الشباب هي اعمدة الدولة المصرية طول عمرها احنا دولة يمثلها نسبة كبيرة جدا من الشباب اللي نسواعد نقدر نعتمد عليها ونقوى بها الدور السياسي النهاردة جوزء لا يتجزع عن الدور الخدمي او الاجتماعي او التنموي للبلد فالنهاردة الشباب هي اعمدة هذا البناء والنهاردة كنت فخور النهاردة كنت على منصة اعلامية في اليوتيوب لمبادرة من احد الشبابات الشباب جموا وتكلموا معايا قالوا لنا احنا زماينا الشباب كتير منهم عازف عن النزول للانتخابات بسبب الشكل اللي موجود النهاردة من بعض رجال الاعمال والمشهد السياسي اللي هو شوية مش حلو طبعا يعني شاركوا مع حضرتك اه طبعا كانت شاركوا يعني الشباب بالفعل نزلوا وشاركوا في الموضوع البنر ووقفوا مع حضرتك ولا كانوا متجنبين للموضوع كمجموعات بقى يعني ولا افراد انا عايزة تشوف في عدد فنم من الشباب يعني ما لقيتش يعني ما وقفناش ده عمل تطوعي عموما يعني تطوعي ما وقفناش ركبنا يفطب ثمن اه ما جبتش حد الفراشة انا بتقول الفراشة كنت بمر بيهم عشان نتفق معهم يقول لي المكان محجوز احنا ما عندناش فراشة الأماكن محجوزة الأماكن محجوزة طبعا محجوزة لأهل المال واحنا لسنا أهل المال وجبت شباب جميل زي الفل والله ربنا يبارك فيهم وبشكرهم من خلال حضرتك وقفوا كانوا بقفين على السلالم بيركبوا الأعمدة صهرانين معايا لغاية الصبح بيركب على البنارات ده دور الشباب الجميل ده عشان كده رؤية فخامة الرئيس فتاح السيسي كانت رؤية جميلة جدا ودعوته كان الدعوة أجمل منها بيقول اختاروا منكم النجباء اختاروا منكم أهل السكة اختاروا صح اختار صح عشان ما تقولش الدولة بتسيس الأمر اللي صالحها بأي شكل من الأشكال احنا جايين بدور رقابي على الحكومة وده أحد أدوار عدو مجلس النواب وفخامة الرئيس بيقولك انا حيادي جدا في هذه المرحلة لا للأحزاب لا ننتمي للأحزاب ولا في حزب للدولة وكان بيقولك نشكر طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف الجميل احنا فرحلين فيه جدا طبعا هو يعني مهما هنتكلم عن رئيسنا فطبعا عمل حياة كتير بالفعل الخطاب الأخير بتاعه جدد فينا الروح والثقة وبقول الشارع المصري مفيش من ما يطلق من الدعاية ان فيه حزب يخص الدولة ان فيه أجهزة بتساعد على تسيير المرحلة الانتخابية هنقول ان احنا لنا رئيس ضرب بعرض الحائط في عدة قنوات وبناشت فخامة الرئيس لو سمحت يا فخامة الرئيس بص للشباب اللي موجودين في الشارع أنا مش عاوز المرحلة الانتخابية يكون فيها عزوف من الشباب لبعض الممارسات اللي مش لائقة وأجهزة الدولة كلها تشتغل معنا بشكل قوي جدا احنا شباب عوزين الخير لبلدنا وحضرتك قط المسيرة واحنا معاك وان شاء الله هنكمل المسيرة واحنا هنكمل بعد يعني بعد الفاصل ان شاء الله أسألكم تابعونا بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني عزيزي المشاهدين بعد الفاصل ونكمل حدثنا مع البشمهندس عمر نقابل منتظر ان شاء الله بشمهندس طيب أنا عايزة يعني سؤال كده يعني ان شاء الله في مكانك المستقبلي يعني ايه النظرة اللي شايفها او ان انت حابب تعملها من خلال مقعدك واسف اندم هو يعني اهم حاجة انا بجد حريص عليها لو ربنا كتب للخير في المكان دوت ولو فينا خير ربنا يقدمنا اه ارجع الثقة وما بين الشباب ومؤسسة الدولة والبناء مش عاوز اي اختراق في المرحلة القادمة اذا كنا في مرحلة تنمية ومرحلة بناء لابد ان الشباب دول يكونوا هم درعك هم قوتك في الشارع هم مؤمنين بالقيدة السياسية مؤمنين بدور الدولة مؤمنين ان اي حتى من المعوقات اللي بتقابلنا هي معوقات مؤقتة ولكن هو دورهم جاي في شباب النهاردة فرحانة يا حضرتك ان احنا نقدر نلديهم شقة ونسكنهم في شباب كتير جدا ان نفتح مجالات العمل احنا بنشكر سيد الرئيس على الموقف الجميل ده انه هو بيسعج الشباب في الموقف ده عشان كده انا بنقول ان الدور النيابي اللي جاي لابد يبقى حد من الشارع مش عاوزين يشوف ان الموضوع بيتباع لرجال الاعمال احنا ما بنبيعش وطننا احنا ما بنبيعش برلماننا احنا مش معروضين للبيع والشراء اللي يا جماعة انا دعوة للمشاهدين كلهم الشيء اللي بيتم بيعه او شراءه بيتم بيعه بسهولة ده تاجر دفع هيكسب ويبيع فاحنا طبعا البسطاء اهلنا وكل ده مهما كان احتياجكك ومهما كنت انا عارف ان الحجة وحشة وكلنا ابنت عزر وكلنا فده ايا كان بيعرض عليك في الاخر انت عند الصندوق صوتك امانة بينك وبالربنا بص لابنك انت بتتحرق دمك لما حد يقولك تبيع دناك فاللي النهاردة بتعمله بيع الصوت او خلافه هو بيع للدنا بيع خمس سنين احنا لما حسبنا الارقام اللي بتعرض لان ان اليوم بيقف بحداشر قرش الصوت اللي بيتم شراءه بيقف بحداشر قرش في اليوم يعني مش تمال رغيف عيش وحد الهالي يعني لا يغني ولا يعني كارتونة لا تغني ولا تشفي من جوع صوتك امانة عند الصندوق اوصل لغاية الستارة انت وضميرك وربك فقط لغير امين عليك اه دور مش شرط عمل الاسواني خالص دور على نائب يمثلك دور على نائب تجده دور على حد هو يفيدك بالزبط بالزبط احنا معنا مدخلة تليفونية استاذ حمدين عبدالله عالو سأل نور سأل نور سأل نور زيجا بستة حمدين عامل ايه اهلا وسهلا بيك نورت بلنامج سكرين شوت اهلا بحضرتك ربنا خليك يا فاندم الله يخليك يا فاندم الله يخليك اه فضل حضرتك كالاستاذ اللي قال المونس عمر الاسواني موجود مع حضرتك اه اه سألن اه سألن اه سألن يا فاندم اه عامل ايه عامل ايه حضرتك الله يخليك الحمد لله والله يا البشواندس عمر من الناس اللي شغال عندنا في حلوان كويس جدا يعني من الشباب بقى انا مش هادر اقول لحضرتك يعني الشباب اه يعني ايه عامل دورات للشباب يعني طب كلبنا شوية عن البشواندس عمر اه لا لسه مش هادر اقول لحضرتك بصراحة يعني شغال على الارض كويس تمام تمام مبادرة تكون ايجابي دي كان هو صاحب الفكرة فيها يعني ربنا يديله بجدها اللي بيعمله عكري اللي بيعمله كتير تمام تمام ربنا يبارك لك ويبارك لكل الشباب ايوة بالزبط كده بأمانة بأمانة عشان الدورة اللي فاتت ديه الله يساهل للناس كلها تمام يشارك فيها يعني حضرتك شاركت قبل كده فمبادرت تكون ايجابي؟ مع البشواندس انا الله اشتغلت معه مرة كده يعني اه طب ايه انا شارك طب ايه يعني قدينا رأيك في البشواندس يعني ايه يعني ايه ايه انت بعد خدته عنه وانت معي بتشغال معي محترم والله حد محترم جدا وآآ راجل بيحب بالخير وبيسع بالخير جدا انا اعرف عنه الكلام ده من سنين يعني دعم منش من دلوقتي اشكرك يا اساس حمدين وانا اللي فخور بكل شباب حلوان اللي وقفت معايا في الخير ووقفت معايا في الدعاية ووقفت علاقة البرنارات بقديها وبجد بشكركم ده حقك يا بشواندس عامر ده حقك والله بجد انت راجل قاعد في الشارع على طول بتجري لايه حد عنده مشكلة بتواف جنبه ربنا خليك انتو يا اساس حمدين انتو اهلنا يا اساس حمدين وكما يقول حلوان مصنع الرجال طبعا طبعا حلوان دي بلد جميلة وكبيرة احنا يعني نتشرف ان احنا من حلوان اشكرك يا اساس حمدين اشكرك يا اساس حمدين على الكلام الجميل ده للبشواندس عامر شكرا يا فامدين شكرا اه بشواندس عامر انت حالك شايف اه ان المال السياسي مسيطر اليوم دول على المشهد العام الموجود في المجتمع واسا يا فامدين انا عاوز اكون محق انا عاوز اكون محق المال اه شيء مطلوب ومهم اه ما يختلفش على اتنين بس ليه اه 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 مصارات محددة يعني يقدر يستخدمه بشكل محدد مش مش معناه ان يعني حداك فيه مقولة كنت لسه في 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 ليلة محمدية كنت لسه فيها قبل ما اجل حداك على طول فيه مقولة حد قالها جميل جدا عجبني قالك فيه فرق كتير قوي ان انت لما تيجي تختار تختار حد محترم ولا تختار حد يصلح فانا الكل قاعد طب ايه الفرق بقى ما بين الاتنين اه الراجل ده فرق كبير جدا اه قالك كل الناس محترمين اه اخويا وابن عمي والرجل الاعمال وكل ده المحترمين ماش مختلفين اما المكان اللي احنا دخلين عليها او البرلمان او ادارة المرحلة البرلمانية القادمة محتاجة حد مؤهل حد يكون يصلح مالوش دعو بالاحترام اه حد فاهم اه حد فاهم اه فبيقولك انا ما بختارش المكان ده لا يتم اختياره بالاحترام بمستوى الاحترام بمستوى زي كنت خير ولا غير خير هو موضوع ان انت طب اه ماليش اه ماليش معنا مداخلة مع اه مع استادة داليا الو ايوه استادة داليا الكاتبة الجميلة كيف حد عمل ايه اهلا وسلم بحد عدتك وهلا وسلم بكل ضيوف الكرام اهلا اهلا يخليك يارب نورتينا في البرنامي اتفضلي حد عدتك معنا البش مهندس ما عمري بقى يتكلمينا معي اهلا تواصلي معي استادة داليا اهلا وسلم بحد عدتك بش مهندس اهلا وسلم بحد عامل جيم كويس في الانتخابات فنتمنى بالتوفيق ان شىالله والنجاح. ربنا يخليك يا فندم انا احب بقى اذكر بس الاستاذة داليا فكري حد من اصحاب المبادرات الشبابية الجميلة لنبذ العنف ضد المرأة او من رمضة العنف ضد المرأة. لا يبقى هنا لازم لا لا لازم الدكتورة داليا تيجي معنا هنا لازم بقى معنا حديث بقى معاكي طبعا ما فيها المرأة بقى ونتكلم بقى عن المرأة وحق المرأة وحياة كتير جدا يعني. يعني الكوتا تفضع ليه حضرتك ازاي حضرتكم عامين ايه؟ الله يخليك يا دكتور. ازاي كل المشاهدين عامين ايه؟ بخير. يعني انت شايفة جيم حلو معامول فيها جيم حلو يعني حضرتك شايفة ان البشمهندس يعني المرشح للبرلمان. ايه المميزاته او يعني اكلميني عنه الحاجات الجميلة اللي انت شايفة ان هو مؤهل لها ويكون بالفعل قائم على العمل بيها انا شايفة البشمهندس بصراحة عامل شغل كويس جدا في العمل المجتمعي وعمل مبادرة كون ايجابي عاملها وشغال في الشارع يعني بصورة كبيرة والمبادرة لاكت استحسان للناس كمان فالجيم اللي انا بتكلم عليه ان هو قرر ان هو ينزل المعركة الانتخابية في ظل الاجواء اللي احنا شايفينها دي احنا شايفين المعركة طبعا مشتدة وكمان مش بس ب المرشحين بعدد الكراسي لا احنا بنشوف اعداد كبيرة جدا وعداد مهولة واسماء كبيرة يعني فهو هو الباشمهندس كمان انا انا كنت شايفينه من كام يوم كان اللافتات بتاعته بتتقطع اه طبعا ده اسلوب غللائق ده اسلوب غللائق نهائي يعني كلنا يعني بصراحة عسا ان الموضوع دوت يعني وزعلنا جدا يعني فضاي حضرتك كمان اه فانا شايفة مش عارفة بقى الحرب اللي عليك ده يعني اللي هو شخصية ايجابية وشخصية كويسة وليها باع في الشارع اه الناس اللي بتقطع دي هما هما الناس دي ضد مصلحتهم يعني ولا ضد ايه والله احنا لسه بنقول الباشمهندس هو الموضوع اللي تمزك البانرات دي فدليك اكتر من هو ضرر اهو حضرتك يا دكتورا داليا اتكلمش اهو بالفعل في الموضوع ده ولفت نظرك ان في حاجة حصلت فده دليل قطع ان اي حد برضو حيشوف حاجة ذا كده حيتكلم انا لفت نظري حاجة تانية بصراحة انا كنت عايزة شارككم بيها يعني انا النهاردة كنت بجولة في الشارع في دار السلام فكنت بدعم البشمهندس اكمال قرطام فانا وحنا وحنا بنكلم مع الناس فلاقيت سيدة كده بتقولي انت هتديني كم في الصوت قلتلها هو انت عايزة بيعي صوتك قالتلي ده انا بيع امي عشان خطر الفلوس اه دي مشكلة بسيمة دي مشكلة بسيمة للاسف انا بس عايزة من خلال برناميتكم اناوه لحاجة احنا عندنا المرشح اتقلب اتقلبت الصورة ما بقتش ان انا بدور على المرشح اللي هيقدم لي انا بقت دلوقتي بدور على المرشح اللي هو هيديني حاجة عينية حاجة وقتية دلوقتي تنفعني مش هبص المستقبل ولادي ولا مستقبل منطقتي ولا بعد كده انا هيحصل ايه فحل احنا قلبنا الموازين عارفة يا استاذ داليا ايه السبب؟ اه السبب ان المواطن النهاردة وصلت بيه قناعا بيقولك ايه هم كده كده هيجيبوا اللي هم عاوزينه اه دي ما كله فعلا بين الناس كلها بيقولوا احنا عارفين مين اللي هيجعل منك عادة اه يعني اللي هم عاوزينه هيجيبه احنا كده كده لاستفاد يا جماعة والله بجد يعني اه انا ما بشكرش في الرياسة انا بقول ان الرياسة قالت لكم اختاروا منكم النجاباء واحنا كمان علينا دور الوعي ان نعرفوا من هم النجاباء احنا فيش حزب سياسي انا بدعمه وقال انا مليش حزب تمام وبعدين احنا المشروعات والحاجات اللي احنا شايفنا الحاجات الهيلة دي احنا لو لو مساعدناش الدولة ان هي ترتقل تمان بالمواطن وثقافة المال السياسي دي تنقاشع احنا احنا مفيش تغيير ايه ايه بالفعل احنا بنهدف ان احنا يا جماعة احنا عايزين النائب اللي يقعد على كرسي يبقى عارف ان هو قاعد ان دي مسئولية جسيمة عليه لازم يعرف ان هو لازم يقدم خدمات للمنطقة يكون قد المسئولية هو صوت المواطن لمجلس النواب اما هي لازم كلنا نتكتف ونبقى ايد واحدة عشان نوصل صوت المواطن لما ننزل نصور انهيار في المحليات ولا شوارع ولا عشوائيات ولا بلتغة انت انت صوت الشعب ده لو هو دفع فلوس دلوقتي مش هيلاقيه بعد كده هو مش هيلاقيه بعد كده من يأتي بالبلتغة يا دكتورة لا لا بعد كده مش هيلاقيه من يأتي بالبلتغة فهو هيؤسس للبلتغة ظهير بالضبط هيعمل وداية معينة اللي هيجي لهذا المكان بالبلتغة هيعمل اغير انه هيتبلتغ علي وعلى ناسي واهلي تحت وطقت ان هو عضو في البرلمان ومعه حصانة اه تحت وطقت عضو البرلمان بالضبط كده بعد كده المواطن بيشتكي ويقول مفيش خدمات بتتعملي وبيحمل الدولة اعباء هو كان السبب فيها من الاول بيقول انا مفيش حاجة خدمة بتتقدم لي انا المدارس مازالت بالسوق المستشفيات مازالت فيها الاهمال المحليات مازال فيها اهمال طيب السوق ده انت صنعته بايدك انت صنعته باختيارك متجيش تلوم بقى متلومش على النائب بس لان هو دفع الريدي هو دفع الفيزيتة اللي دخلته مجلس النواب فانت متجيش تطلق منه الخدمة لان هو مش هيدهانك هو دفع وعارف ان هو لما ينزل الدورة الجاية هيشتري صوتك برضو بالفلوس وانت هتقبل ان انت تاخده فهو هيغيرلك هو الانسان تلوما او الشعب تلوما سمح ان هو يبيع صوته فهذه تبقى مشكلة جسيمة جدا خلاص هو بيقولك اني موصلتش بيك انا خلاص انا وصلت بفلوسي بالزبط كده دعواتك يا دكتورة باش مهندس انا مش عايزك تي اس لا لا طبعا انا عارفة ان حضرتك مثابر فانا مش عايزك تي اس وخليك في طريقك وانشاء واحنا كلنا طبعا في العمل المجتمعي وحتى لو من غير منطب او من غير السلطة بنشتغل برضو دكتورة داليا تتذكري تتذكري من حوالي سنة وشوية كان فيه مناقشة في الحزب اللي حداك بتنتمي اليه مع مستشار وزير القوى العاملة وكنا بنتكلم في قنون العمالة المؤقتة ايوة الجلسة النقاشية ديت كان بيصار فيها المشاكل اللي احنا شايفينها وكانت الدكتورة داليا بتتكلم وانا واقفت وبردو خدت الكلمة ايز افاجأ ان بعد سنة ونص الجنة الكورونا ونواجه نفس المشكلة يا دكتورة اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي مشكلة العمالة المؤقتة اثناء الازمات او اثناء الاصابة كان عندكم فكر ليها يعني جاء موضوع كورونا سبت الموضوع ده او اكيد بالضبط بنكلم بقى ان احنا يعني فكر الشباب وفكر الناس العاملة بالعمل العام لما يؤدي اثناء مشاورة القوانين او التشريعات لابد ان يبقى في وعي يبقى انا مش هأتي برأس المال فقط لغير قاتيت برأس المال بدون وعي لا لازم يكون في وعي بجانب رأس المال احنا عايزين احنا عندنا شباب وعندنا او عندنا رجال عندهم افكار عظيمة جدا لو اتطبقت لا انا اتمنى ان هي تتطبق اتمنى ان هو يكون هي هي الافكار لابد ان يكون فيها تنمية يعني هو لو عميها ان احنا نمينا الفكرة نفسها ده هيعمل حاجات جميلة جدا في المجتمع وحيشجع كتير جدا من الشباب مش عاوزين الشباب تعزف مش عاوزين الشباب تعزف حانيزهم الشباب مردها هتبقى يد واحدة وحتعرف انها قدامها مستويات عالية جدا وتبقى توصل لارقة مستوي اشكرك يا عزيزين انا انا ظاهرة المال السياسي دي تختفي عشان نقدر ان احنا نخلي بلدنا دي احسن بلد في العالم احنا منها دعاين ان شاء الله دعواتكم لينا يا فانديم شكرا يا سيد الدالي شكرا يا عزيزين هو المشكلة الجسيمة هي فعلا شراء الصوت دي بنواجهها بطريقة بشعة وصعبة جدا واحنا بنوجه يعني احنا بنوجه صوتنا وصوت حاضرتك صوت القيادات الجميلة الكبيرة يعني انا عايز اقول لكل الشعب المصري حتى لو احنا محتاجين ما نلتجهش الكارتة ابو مية جنيه او الكبون بتاع الشحنة ابو مية جنيه ده هيخلص بساعتها لا يا فانديم اقولة تانية الشباب عاملها الكارتونة برضو هتخلص الشباب دلوقتي بيواهم طريقة تانية لكن اختياره مش هيخلص يعني اختيارك هو اللي مش هيخلص هو اللي حيفضل قاعد في مكانك هو اللي حيحقلك اللي انت مش قادر تتحققه لو عندك مشكلة حيتواصن بالفعل بس يكون اختيارك صح واللي ساعة ان هو يديك فلوس عشان يبيع صوته صدقني بعد انتهاء وجوده على الكرسي مش هيعرفك نهائي ودي حقيقة وكانت ملموسة بعض يعني من سنين فاتت كان الحاجات دي موجودة ومتواجدة بالفعل واحنا عايزين نتعلم احنا عايزين نوجه لكل شبابنا ولكل الاسر وكل يعني الابهات والامهات اللي بتنزل انزلوا وقولوا صدقوا بس الصوت اللي تحسوا نهو فعلا حيفيدك صوتك امانة صوتك امانة حافظ على الامانة لان هي طبعا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى نكمل حدث اه برضو انا بحب يعني تقولي كلمة كده اخيرة للجمهور عشان ان يوضح العامل الاسواني في نهاية يعني في اختام البرنامج عايزين يقولنا كلمة عنه تاني هو في الاول اتكلمنا وحنتكلم عنه تاني هو صوتك كرامتك ده شعر الحملة الانتخابية بس قبل بس في حتة عايزة اقولها هو في بعض الناس بتعايزة تعرف لما بتخش تدلي بسوتها اه ما بتعرفش ايه الاختيارات يعني هي تعمل ايه فحب الحلقة تشعر ده دي السريعة دي قبل مختم البرنامج هو يا فندم بالنسبة لدائرة انا طبعا يعني الدوائر بتختلف من دائرة الاخرى احنا دائرة تسعتاشر حلوان وماي والتبين والمحصرة دائرة دسمة وحارة جدا 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 احنا منافسة ما بين سبعة وخمسين مرشح اه يعلوهم طبعا رموز كتيرة جدا من المال السياسي ورجال الاعمال اه هيتعرض علينا في اللجنة الانتخابية كوبون خاص بال اه اه او كارت في القوائم هيكون في الطلت قوائم اللي هيتم الاختيار ما بينهم القائمة اللي انت شايفها تمثلك هي فيه قائمة تشمل عدة أحزاب فلابد ان انت الصوتك يبقى صحيح ان انت تختار أحد القوائم وتقشر عليها وهيبقى فيه العرض المستقل أو الفردي هيكون فيه 57 مرشح بأرقامهم شوف انت الشخص اللي انت شايفه مناسب لابد ان انت تختار 3 أسماء بالنسبة للدائرة 19 تختار 3 مقاعد ب3 أرقام ب3 رموز اختار الرمز اللي انت شايفه يمثلك ان كان عمر الأسواني ده يبقى شرف لنا ولو احنا فينا خير ربنا يقدمه المهم عشان صوتك يبقى صحيح لابد ان انت تختار حاجة في القوائم وتختار الفردي 3 مقاعد في الفردي تختارهم جيدا وتملأ الورقة ويا رب يولي من يصلح وينكون لو فينا خير يقدموا ربنا والله احنا بنشكر حضرتك يا باش مهندس ونتمنى ان شاء الله تكون على مقعد البرلمان عشان تحقق امنيت اي شاب او اي اسرة مش قادر لتواصل مع الجهات المختصة وخصونا انت كان لك لمسات كتير وبصمة جميلة في اماكن كتيرات جدا وانا داعي لذكرها عشان الناس كلها عارفاها يعني فانا بشكرك جدا وان شاء الله لنا حلقة تكون بقى على مقعد البرلمان بقى امر الله وبشكرك وبشكر السادة المشاهدين وبشكر اهل دايرتي والناس وعزوتيك نفسهم وبقول لهم منتظركم بأمر الله بالخير يوم سبعة وثمانية في الصندوق عمر القصواني رمز الحفار رقم تسعة واربعين شكرا عزيزي المشاهدين على حسن استماعكم واتمنى تكون الحلقة عجبتكم واقولكم تسبوع على خير ترجمة نانسي قنقر